بكم إلى هذا الموعد الإخباري الثالث الذي يأتيكم على المباشر من تلفزيوني النهار إذن تسعون دقيقة نتواصل خلالها ونوافقكم فيها بآخر المستجدات على صعيدين المحلي والدولي كما عودناكم أيضا مع الفقرات المتوالية خلال مثل هذه الموعد الإخبارية البداية طبعا بالعاجل الذي يظهر أسفل الشاشة وفي خبر حصري لتلفزيوني النهار إذن أحالى رئيس عبدالعزيز بوتفليقة الفريق محمد لمين مدين قائد جهاز الاستعلامات والأمن على التقاعد وتم تعيين اللواء بشير ترطاق قائدا للمخابرات العسكرية وتأتي إحالة الفريق محمد مدين على التقاعد في سياق استكمال مصاري عصرانة وإصلاح المؤسسة العسكرية وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد أجرى سلسلة من التغييرات الهامة مست الأجهزة الأمنية وللإشارة تم تعيين الفريق محمد مدين على رأس الجهاز شهر نوفمبر 1990 طيب تدخل هذه الإجراءات في إطار عصرانات القطاع القطاع آخر ربما قرار اتخذه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إذن كان بخصوص إعادة هيكلة هذا القطاع وزارة الدفاع الوطني وذلك من خلال ربما سحب أو تحويل بعض الوحدات من الجهاز الأمن والاستعلامات إلى قيادة الأركان وذلك كما قلت في إطار تنظيم وزارة الدفاع الوطني واليوم كذلك كان قد أشرف القايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنصيب محمد مناد خلفا للواء بوستيلة أو الفريق بوستيلة الذي كان على رأس قيادة الدرك الوطني دائما في هذا الإطار لمن فته الخبر طبعا أريد أن أذكر أحلى الرئيس بوتفليقة الفريق محمد لمين مدين قائد جهاز الاستعلامات والأمن على التقاعد وتم تعين اللواء بشير طرطاق قائدا للمخابرات العسكرية وتأتي هذه الإحالة على التقاعد في سياق استكمال مصار عصرنت وإصلاح المؤسسة العسكرية وكان الرئيس بوتفليقة قد أجرى سلسلة من التغييرات الهامة على رأس هذا القطاع مست الأجهزة الأمنية وأشرنا إلى أن تم تعيين الفريق محمد مدين على رأس الجهاز شهر نوفمبر 1990 لتكون هذه المسيرة قد شهدت ربما أعنف مرحلة مرت بها الجزائر وهي العشرية السوداء اشتركوا في القناة